بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس الثامن قياس وتشخيص اللغة الشفهية الجزء الثاني طبعا هي مجال من مجالات التقييم الأساسية وهنا في هذا الجزء سنتحدث عن طرق تشخيص الاضطرابات اللغوية لدى الأطفال طبعا هناك ثلاث طرق يمكن من خلالها تشخيص الاضطرابات اللغوية لدى الأطفال كما هو موضح أمامنا أولا الطرق النفسية ومنها الاختبارات معيارية المرجع والاختبارات محكية المرجع لو تكلمنا عن اختبارات معيارية المرجع نقول أن في هذه الاختبارات يتم تشخيص الآداء اللغوي للطفل ثم تحول علامة الخام إلى علامات قياسية يعني معيارية يقارن على ضوءها آداء بآداء الأطفال الذين يماثلونه في العمر ومن أهم الاختبارات اللغوية المعيارية مقياس اليونوي للقدرات السايكو لغوية الذي ظهر عام 1961 ويهدف إلى قياس وتشخيص مظاهر الاستقبال والتعبير اللغوي وخاصة لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم ويعتبر هذا المقياس من المقاييس الفردية المقننة والمشهورة في مجال صعوبات التعلم وننتقل إلى اختبارات محقية المرجع وهنا في هذه الاختبارات يتم تشخيص مظاهر الآداء اللغوي للطفل أكثر من مرة ثم تقارن نتائجها ببعضها البعض أي نقارن آداء الطفل الحالي بآدائه في المرات التالية في المجالات التي تم قياسها وفي هذا الإطار يمكن مقارنة الأداء اللغوي للطفل كما تم تشخيصه من قبل الوالدين أو المعلم بآدائه اللغوي المقاس من قبل اختصاصي اللغة لو انتقلنا إلى الطريقة الوصفية نقول أن في هذه الطريقة يقوم الفاحص بإجراء محادثة مع الطالب من أجل الحصول على بيانات صادقة عن لغته لذا ينبغي أن تكون المحادثة شاملة متنوعة بحيث تغطي مختلف جوانب اللغة وعلى الفاحص أن يعد جلسة التقييم إعدادا كافيا فيجب عليه أن يجمع معلومات كافية عن الطالب مثلا معرفة الموضوعات والأشياء التي يحبها أو يكرهها الموضوعات التي يجب أن يتحدث فيها أو التي يحجم عنها ليس هذا فحسب بل على الفاحص أن يبني جسور من المحبة بينه وبين الطفل بحيث يشعر بأنه يحبه ويقبله كما هو وبعد ذلك تبدأ عملية التحضير لجلسة التقييم والتي تبدأ بتحديد الأهداف ثم اختيار وسائل لتحقيقها فمثلا إذا أراد الفاحص تشخيص قدرة الطفل على تسمية الأشياء يمكن تحقيق هذا الهدف بالاستعانة بالصور أو المجسمات أو الأشياء المحيطة أو أعضاء الجسم مثلا وعلى الفاحص أن يستعين بوسائل مختلفة ليضمن دقة تشخيصه عن طريق مثلا أخذ ملاحظات باستخدام جهاز للتسجيل السمعي أو المرئي أو الاستعانة بأحد الزملاء وذلك لكي لا تكون هناك فواصل في تفاعله مع الطفل من شأنها أن تؤثر سلبا على دقة التشخيص طبعا الطريقة الوصفية جيدة لأنها تعطي تصورا عاما للغة كآداة للتواصل كما أنها تتيح للفاحص خلق مواقف تشبه ما يتعرض له الطفل في حياته اليومية ومع ذلك لا تخلو هذه الطريقة من بعض العيوب أو المحددات فهي تطلب فاحص لديه خبرات لغوية جيدة ومهارات محادثة قوية كما أن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل كونها تقتضي جمع معلومات لغوية شاملة عن الطفل كما أنها لا تتصف بصفات الاختبار الجيد كونه يصعب إعادة الملاحظة بنفس الطريقة وكون أن هناك متغيرات شخصية تلعب دور فيها مثلا كالدافعية وعوامل انفعالية والظروف النفسية المختلفة آخر حاجة الطريقة التكاملية هذه الطريقة تقوم على الجمع بين الطرق النفسية والطرق الوصفية وفيها نستخدم عدد من الوسائل والأدوات للتشخيص كالاستبانة والملاحظة والاختبارات الرسمية مثلا فيمكن الاستبانة أن نقدمها للوالدين أو للمدرسين ليملؤوها بالمعلومات الخاصة بالطفل وبعد ذلك نحلل البيانات التي تضمنها الاستبانة من قبل اختصاصية اللغة أو المعالج وأما الملاحظة فين بغي أن تكون شاملة لسلوكات الطفل اللغوية وغير اللغوية وأن يتم فيها الحديث عن نشاطات وألعاب مختلفة طبعا هنا ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال ما هي الجوانب التي نقيسها نعم الآن نقيس الجوانب اللغوية التالية واحد شكل اللغة كيف نقيس شكل اللغة؟ لتشخيص شكل اللغة لدى الأطفال ذوي صعبات التعلم ينبغي على الفاحصة الإجابة عن عدد من الأسئلة من هذه الأسئلة مثلا هل يتحدث الطفل بجملة تامة؟ بجملة تامة؟ مثلا هل يميز الطفل الكلمات المترادفة والمضادة؟ هل يستخدم الطفل الكلمات بشكل صحيح ويوظفها؟ هل يستخدم الطفل علامات الترقيم في جملة؟ هل يوظف الطفل الاستفهام والنفي في جملة مثلا؟ فهم المعنى لتشخيص فهم المعنى على الفاحص أن يشخص مدى فهم الطفل للمعنى عليه أن يجيب عن عدد من الأسئلة من هذه الأسئلة مثلا هل يفهم الطفل معاني الكلمات التي يقرأها ويزمعها؟ هل يفهم الطفل الجمل والعلاقات التي تربطها؟ هل يجيب الطفل عن أسئلة الفاحص بالإجابة المطلوبة؟ لو أتينا لنشخص استخدام اللغة مثلا علينا أن نلاحظ قدرة الطفل على استخدام اللغة بما يقتضى الحال علينا أن نلاحظ قدرة الطفل على أتقان مهارات المحادثة قدرة الطفل على أخذ الأدوار أو المبادرة مدى التزام الطفل وفهمه لإخلاقيات الكلام لو أتينا لتشخيص التتابع هنا الفاحص عليه ملاحظة قدرة الطفل على ربط الأحداث حسب تتابعها الزمني وعلى قدرة الطفل في التعبير عن الماضي والحاضر بشكل صحيح